كين واحد الحديث في صحيح البخاري كيقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني من اللي كانت ولده طبيعي والدنا يربيونا على أشكي آمنوا به هما حتى الإسلام كانت تعلموه الفطرة ماشي هي الإسلام الفطرة هي أننا كانت ولده مع عارفين وواله وكما قلت لكم من قبل وخا والدنا كانوا مسيحيين هذا ما كانش كافي باش نولي إحتى أنا مسيحية بحالهم بل بالعكس هذا كان سبب كبير باش أنني نتمرد عليهم ونكون خايبة معهم حيث ما كنش فاهمة سبب الاختلاف اللي بيننا وبين الناس وعلاش أصلا كين هاد الإحساس بالاختلاف وماشي عايشين طبيعيين بحالقاء الناس قرارهم باش يوليوا مسيحيا اعتبرتوا ماشي منصف بالنسبة لي حيث ما اختاريتش هادشي وخاصة نتحمل نتائج معاهم هادشي كله خلاني نكره طريق والدية ونرفض نكون مسيحية وطبعا البديل اللي غاد نمشي ليه هو الإسلام كانت عندي رغبة بالانتماء للمجتمع ديالي نكون بحالهم لأن الاختلاف في مرحلة الطفولة كان صحيب عليا كان سلبي ماشي إيجابي بالنسبة لي بديت صلاة الإسلام كنت كان حاول نحفظ القرآن كان عقال واحد النهار جيت ودخلت للدار وقلت لماما أنا قررت ما نكونش بحالك وبغيت نكون مسلمة بحال الناس أخذت درة كبيرة وغطيت راسي وصليت صلاة المسلمين ماما خلاتني على خاطري ما حاولاتش تحبسني غير قالت لي كنت منتلقي راحتك وبالفعل أقاد يما طولاتش بغيت ندير بحال الغراب اللي حاول يقلد مشيت الحمامة صدق لمشيته لمشيت الحمامة وبالتالي موضوع الدين كله ولا عندي زيد نقص المهم أن رحلة البحث ديالي على الله ما كانش سهلة حيتي عشت ما أنا مسيحية ما أنا مسلمة وحتى لدنيا ما عرفتش نعيشها وهذا الشي استمر معايا حتى الفترات المراهقة كنت كان حاول نلقى الهوية ديالي واش مسيحية واش مسلمة واش والو المهم في الخر قررت والو بحالك الأغنية اللي كانت تقول والو ما بغينا والو ما احنا والو كان ممكن نبقى عايشة حياتي وما نسوقش لله ونعمر عقلي بالأشياء الخايبة ونمسها ونبعد على كل ما هو أخلاقي وكل حاجة زوينة علموها لي والدي والحقيقة عشتها كواحد الفترة في حياتي وهذه الفترة هي فين عرفت باللي أنا محتاجة لله محتاجة لشي قوة أكبر مني قوة خرجني من اللي وسخ اللي اختارتني يش فيه وتنقيني وتطهرني محتاجة لله اللي يبغيني بلا شرط وبلا مقابل محتاجة لله اللي يبني فيه كل مهرزات والدنيا وشوهات الصورة دياله وحيت كنت عارفة باللي الخيار صحيح هو الحياة مع الله قررت نقلب عليه وحيت عايشة في المغرب وهو بلد إسلامي الحويج اللي عرفت على الإسلام ما كانش قادرة تشبع الجوع اللي كان عندي باش نعرف الله القمع اللي لقيته في الطفولة من المعلمين وعدم الحق في التساؤل ندرس الدين اللي هي كأنت على أنني فتنة على أنني رقم من واحد لاربعاء في حياة الرجل اللي نزوج به كنت كان نرفض فكر الترهيب والعداب الأليم اللي غادي نلقى إلى دنبت وأنا عارفة ما نقدرش نكون بغفات كنت كان نرفض فكر التجارة بالحسنات مع الله وحويش كتير أخلعاتني وهرباتني من الإسلام وخلاتني نمشي للحضن المسيح مع المسيح عرفت الغفران والقابول كما أنا عرفت أن محبت الله لي محبة تابتة وما كنت تبدلش سواء كنت مزيانة ولا خيبة الله كيكره الخطيئة اللي كندير وما كيكرهنيش أنا المسيح غير أفكار وتصرفات كتيرة كانت عندي غالطة ومشوها سواء عليها ولا على الناس لقيت أن المسيح هو الخير الصحيح والواحد اللي صالح لي علش ما انتبعوش وهو أعطى أعظم مثال بحياته على هاد الأرض مثال المحبة المطلقة الخير المطلق التضحية الكاملة علش ما انتبعوش وهو اللي علمني إلي عندي جوج حويج نعطي لي ما عندوش واللي كرهنيه بغالية الشر أنا نبغيه ونسامحه وندعيه معاه عوض أني نندعيه عليه القصاء ما زال فيها ميدقال ولكن الخلاصة يمكن كنت محظوظة أنني عرفت المسيح من خلال والدية ويمكن كاين فيكم شي واحد ولا وحدة اللي عندهم هاتجوع والعطش لله وما لقيتوش اللي عمر هاد الفراغ اللي كاين في القلب وخق قلبتو عليه في بلاسة كتيرة وفي بلايس مختلفة كنقول ليك اليوم جرب تشرب من فكر المسيح وتتعلم تعاليم المسيح ما غادي تخسروا له حيث أكيد غادي تربح حياتك ديال ها الدنيا وحياتك في الأخرة أنا مسيحية ومغربية تلموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر